بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ في الوحدة الرابعة في الفائدة البسيطة في مقرر الرياض المالية الوحدة الرابعة دي اسمها سدادة وتسوية الديون يعني أنا بيبعي عليها مبالغ وبفكر سددها في وقت غير الأواتر اتفقت عليها تعالوا نشوف ازاي يعني ان سدادة الديون او تسويتها بنسميا نسويها تسوية الديون يمكن أن نشدد المبلغ او المبلغ التي اقترضتها في تاريخ مبكر يعني قبل توريخ الاستحقاق او بطلب التأخيري بتاريخ متأخر بعد توريخ الاستحقاق يبقى انا عندي عدة حالات في هذا الدرس اول حالة بيقولي سداد الديون القديمة انا علي دين واثنين وثلاثة كل دين لها ومدته رحت جاي مقرر ان اقولت لا انا لا انا مش هستنى على كل مبلغ انا هسدد كله مرة واحدة يا اما متأخر يا اما مبكر بس هيدي فكرة الدرس في قاعدة صريفة جدا ازماد قاعدة العمل في سويت الديون اقول ايه اقيمة حالية للديون القديمة تسوي قيمة حالية للديون الجليد هي لها طريقتين هي لها طريقة بالنمر لان انا عندي عدة مبالغ وممكن استقدم قانون الوحدة التانية اللي هو القيمة الحالية بتسوي قيمة لاسمية في واحد ناقس المعدل في المدة نرجع للفيديوهات الوحدة التانية هتلاقي القانون ده نقدر نستخدم وانا هحللك برده دلوقتي بالطريقتين طب عشان نفهم القصة دي لازم نطبق مثال على طول في يوم واحد مارس شركة فلانية او شركة اية للتجميل مدينة بالمبالغ الاتية واحد ثلاثة ده اسمه الان يعني انا جبت ورقة او قلم يوم واحد ثلاثة كده احسب ديوني لقيت علي بعد واحد ثلاثة ده بسبع شهور مبلغ وبعد عشر شهور مبلغ اه واثناشر شهور مبلغ قلت لا ده كده كتير اوي لا لا انا اقرر اني غير هذا السيستم او هذا النظام رحت قلت في واحد خمسة ارادت الشركة سدد هذه الديون على اساس معدل فايدة 9% يعني انا بعد واحد ثلاثة ده اللي هو الان قلت واحد خمسة يعني واحد ثلاثة ده الان رحت انا بعد ما حسبت الديون اللي عليها قلت بعد يوم واحد خمسة يعني بعد شهرين من الان يسدد كل الديون اللي بعد سبعة واللي بعد عشر واللي بعد اتناشر فهو بيقولي احسب قيمة الاسمه الديون الجديد يعني الراجل ده في الاخر بدل ما يدفع بعد سبعة وعشر واثناشر هيدفع كله على بعضه بعد شهرين من دلوقتي كام عايز اس للدين الجديد طيب في خط ظريف كده اللي هو اسمه خط الزمن يعني انا الان هو يوم واحد تلاتة كان علي المبالغ الاسهمها الفوق دي اللي هو العشر تلاف والخمسة وعشرين والستين ده بعد سبع شهور ده بعد عشر شهور ده بعد تحت دي الشهور خلاص روح تمكرر اني بعد شهرين من اتنين شهر من الان ادفع كل عشان كده انا مرجع لك الاسهم دي الورا كده يعني هدفع كله هنا يعني ايه تعالى نرجع كده ثانية انا كدت جاي الراجل اللي صاحب الفلوس اللي هي بعد سبع شهور صاحب المال كان مستنيك بعد سبع شهور من الان من اللي هو واحد تلاتة روحت انت داخل عليه بعد شهرين يبقى انت جيت له قد ايه جيت له مبكر خمس شهور طب والتاني كان قاعد مستنيك بعد عشر شهور من الان اللي هو واحد من الواحد تلاتة ليه روحت داخله مبكر بعد شهرين من الان يبقى دخلت مبكر ثمان شهور واحد تاني كان مستنيك بعد 12 شهر دخلت مبكر عليه 10 شهور لان هو مش هيستنيك على 12 ده انت دخلت عليه بعد شهرين من دلوقتي فاذا المدى دي تغيرت حلو الكلام فعشان احسب القيمة الحالية طبعا انا فيه في الفصل التاني في نهاية الفصل التاني قانون القيمة الحالية بطريقة النمر ارجع ارجع لفيديوهات الفصل التاني ازاي نجيب القيمة حالية طريقة النمر عشان نطبق في ان القيمة الحالية للدين الجديد تسوي القيمة حالية للدين القديم. يبقى انا لو جبت القيمة حلالة الديون القديمة بس بالمدد الجديدة هحصل على طول الراجل ده هيسدد كام في الدين الجديد فالقيمة حلالة الديون القديمة باستخدام طريقة النمار. انا كان عليها 10,000 و 25,000 و 60,000 المدد بقى المبكرة طبعا. لازم اكتب المبكرة. المبلغ الاولي كان بعد 7 شهور جيت لك بعد شهرين بيجيت لك 5 بدري. والتاني بعد 10 شهور جيت لك بعد شهرين جيت لك 8 بدري والثالث بعد 12 شهر جيت لك عشرة بدري النمر يعني عبارة عن إيه أضرب كل مبلغ في مدته الجديدة يا شباب في مدته الجديدة يبقى هضرب جت طبعا مجموعة القيمة الإسمية هنا اللي هم دول كانوا علي أصلا ودي النمر ليه مجموعة النمر القانون بقى لو عايز ترجع له رجع له في الوحدة التانية هو ده القيمة حالية للدون القديمة أو اللي قيمة حالية عموما بتساوي مجموعة القيمة الإسمية ناقص مجموعة الخاص مجموعة القيمة الإسمية 95 ألف مجموعة الخصومات اللي هو المعدل على 12 الشهور في مجموعة النمر ارجع للقانون وانت هتعرف يبقى قيمة حالية للدون القديمة بتساوي 95 ألف ناقص القيمة اللي هتطلع من هنا اللي هي 6,375 تدينا 88,625 يبقى هي دي القيمة حالية للديون الجديدة الطريقة دي سهلة جدا بتاعت النمر بس في طريقة أسهل أنا هتعرض لها بعد كام فيديو بس أنا هسبق الأحداث شوية وحل لك المسألة دي تاني بطريقة أسهل طب أنا هقولك على حاجة لو نرجع للمسألة كده دلوقت المبلغ الأولاني خلاص أنا عرفت جي مبكر إمتى مش كده برضو طيب أنا هقول إيه هقول أنا الدين الجديد هاجي هنا كده أقول إيه القيمة حالية للدين الجديد تسوي مجموع القيم الحالية للديون الأديمة بس بالتواريخ لإيه بالتواريخ الجديدة بالتواريخ الجديدة طيب وقلت لك لو رجعت للباب التاني هتلاقي قانون القيمة الحالية لكل مبلغ لوحده 1-I في A في N طب بس فأنا هقول كده إيه القيمة الحالية للجديد مرة واحدة بقى إيه من غير نمر لو نمر هتلغبطك من حقك تستخدم القانون ده نمسك المبلغ الأولاني اللي هو 10,000 اللي هو الـ S بتاعته في 1 ناقص المعدل اللي هو كان 9 من 100 مدة المبلغ الأولاني كام؟ أنا كنت رايح لك بعد 7 شهور جيت لك بعد شهرين يبقى فيه 5 على 12 زائد يبقى هعمل كل واحد لوحده يا شباب كده خلصنا المبلغ الأول المبلغ الثاني كان 25,000 لو تفتكروا برضو في 1 ناقص المعدل فيه كنت جايلك بعد 10 شهور جيت لك بعد شهرين يبقى جيت لك بدر 8 شهور زائد المبلغ الأخير كان 60,000 فيه 1 ناقص المعدل برضو فيه كام؟ كنت جايلك بعد 12 شهور جيت لك بعد شهرين يبقى فيه 10 على 12 يبقى طبق القانون ده بس بالمدد الجديدة المبكرة هي هي النمر على فكرة النمر نفس القانون ده بس مفكوك فلو عايز تلجأ لهذا القانون تجيب كل مبلغ لوحده هتلاقي في الآخر القيمة حلية الدين الجديد هو هو ده احسبها كده بالقال حسبة وانت قاعد بتتفرج وقف الفيديو واعد احسبها هتلاقيها نفس المبلغ يبقى انا ممكن احل بطريقة النمر وعندي طريقة اخرى متاحة وانا بفضل هذه الطريقة لانها اضمن واسرع مش اسرع من مش قصدي اسرع في الحل هي اضمن من طريقة النمر من طريقة النمر ممكن تلغبطك اذا نسيت تقسم المعدل على ال 12 شهر او كده تمام؟ لكن هنا نقدر نلجأ لها على طول وان شاء الله نتقابل في فيديوهات قادمة نكمل موضوع سداد الديون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته